يستمر والاشواط تتوالى بالانطلاق في مساء هذا اليوم نتواصل مع حضراتكم عبر شاشة دبي ريسنغ والتواصل في أرضية هذا الميدان ميدان المرموم الانطلاقات خامسة شواطي مساء هذا اليوم ينطلق ليحمل لنا الذلل الأصائل في هذا الاندفاع بشعارات أصحاب السمو الشيوخة بدأت الانطلاق قبل قليل وعطت شارة البدي بالانطلاق للمسار في الثمانية كيلو متر في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع نسير مباشرة نتعرف بعد انقطعنا الكيلو المتر الأول في مسار هذا الشوط وانطلاقاته الشاهينية على مقدمة الشوط على المركز الأول تحمل شعار هجن ند الشبا يضمرها اللي هو سالم بن سعيد على مقدمة الشوط بينما تليها في المركز الثاني هملولة من هجن الرئاسة عمدان بن محمد بن مرشد يتولى عملية التضمير ومن الجانب الآخر تتقدم فيه وتأتينا مشاهدي عزاب مذهلة لأسمو الشيخ محمد بن اذياب بن سيفة النهيان والصادق بن فضل الأمين كذلك يقدم حربه اللي في المركز الرابع في هذه اللحظة أما المركز الخامس الشاهينية من هجن ند الشبا يتولى تضميرها اللي هو سالم بن سعيد بهذا الاندفاع وهذا الشكل الفريد والجميل يا مرحبا بهذه النوعية نوعية النخلي دائما وبهذا الاسم وهذا الانطلاق والاندفاع الجميل من هجن ند الشبا المشاهدين العزاء ويضمرها اللي هو سالم بسعيد في خامس المراكز المركز السادس أفراح تاتي على المركز السادس وأفراح على المركز السابع يحمل انشعار اسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم وتضمير طارش بن مبارك بالقوبة في هذا الاندفاع والانطلاق بينما المركز الثامن في هذه اللحظة في هذه اللحظة هو المركز السابع سابع المراكز الشاهينية من هجن العاصفة أيضا من النوعية الفريدة والجميلة ويضمرها اللي هو غيات الهلالي المركز الثامن الشاهينية من هجن العاصفة يضمرها غيات الهلالي المركز التاسع هذه هاملولة من هجن الرياسة وايضا مرها حمدان بن محمد بن مرشد هكذا النتيجة المراكز الأولى العشر هذه العاشرة نعم العشر المراكز الأولى في مسار هذا الشوط وانطلاقاته وتحدياته هذا الشوط الذي يحمل نوعيات من الأصائل ويحمل انطلاقات جميلة في بداية انطلاقة هذا الشوط وفي تحدياته في بداية حزام الغابات الأول هذا اللي على اليمين الذي ننطلق فيه وهناك بعد الثلاثة يأتينا حزام الغابات كذلك لتشكيل هذا الميدان تحفة الميادين ميدان المرموم وانطلاقاته في هذا المسار عودة بعد العشر المراكز يلا المراكز الأولى عودة لي أتعرف عودة لي أتابع التغييرات وتبادل المراكز ما بين المراكز الأولى هناك هملولة من الجانب الآخر ماخذ السياج الخارجي من اليمين وتندفع تحمل شعار هجن الرئاسة على راسي حربة الشوط من الجانب الآخر يقودها في التضمير حمدان بن محمد بن مرشد اللي بالمقدمة وتاتي بالمركز الأول وتسيطر على المقدمة بينما الملاحقة على هملولة من الشاهينية من هجن ند الشبا ضمرها سالب سعيد في هذا الاندفاع بينما تاتي مذهلة لاسمو شيخه محمد بن ذياب بن سيفان نهيان الصادق بن فضل أي لمين والشاهينية من هجن ند الشبا أيضا تتدخل على المركز الرابع يقودها في عملية التضمير اللي هو سالب سعيد والمركز السادس هذه هي تدخلته في المركز الخامس هذه تقدم حربه لاسمو شيخ نهيان بن ذياب بن سيفان نهيان الصادق كذلك يقودها أو يقدمها في عملية التضمير هذه الخمس المراكز الأولى اللي انعزلت عن الخمس الأخرى ساير ابو سلطان بناخذ بقية المراكز بناخذ الخمس المراكز الأخرى اللي نكمل العشر للنداء المركز السادس الشاهينية من هجن العاصف يضمرها غياث الهلال يافراحة السمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم تاتي في المكة السابع يضمرها طارش بن مبارك بالقوبع المركز الثامن الشاهينية من هجن العاصف تضمير غياث الهلالي المركز التاسع فراحة السمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم يضمرها طارش بن مبارك بالقوبع وهملوله في المركز العاشر لهجن الرياسة وتضمير حمدان بن مرشد هكذا النتيجة هذه ذاعتنا الثانية وهذه نتيجتنا الثانية للعشر ما دارت بالأربع كيلو مترات من تنافس اللي انتصفنا فيها الطريق وغادرنا لوحة الأربع كيلو متر في هذا الانطلاق وفي هذا الميدان العريق والعميق في كل ما هو جميل ميدان المرموم وانطلاقاته وملتقى هذه الاصائل وهذا الاندفاع يأتي ذلك بدعم قادة هذا الوطن طال الله في أعمارهم وابقاها مذخر لهذا لكل رياضة في رياضات الدولة وبهذا الدعم اللي تحظى برياضتنا رياضة الهجن ولاصائل في انطلاقه أبناء الخليج دائما على الرحب والسعة في كل ميادين الدولة وفي كل هذا الانطلاق شيء يستحق الأشهادة ويستحق كلمة الحق الذي تأتي بهذه المشاركات وهذه الانطلاقات وهذا الصدر الرحب دائما في دولة الامارات وفي هذا الوطن القالي نسير مع المراكز الأولى مع الانطلاق الأول نعود بعد العشر المراكز الأولى المتقدمة ننطلق مع هذه التحديات ومع الاثارة والتنافس الخمس المراكز يا سلام يا سلام الخمس المراكز الخمس المراكز تنافسات تبادلت قادرنا ولا وصلنا وصلنا والله لثلاثة كيلو مترات وصلنا حزام الغابات مع أجمل الأصوات والذكريات في هذه الانطلاق وهذا الاندفاع الجميل خادرنا مضيق العبور الثلاثة كيلو متر انتهت الخمسة كيلو ولكن ما شاء الله شوف الأصائر شوف الانطلاق تحدي واثارة حاضرة هناك المركز الأول حربة هذه حربة قادة الحربة سارت على رأس حربة الشوط على رأس الحربة سارت حربة لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيفا نهيان الصادق بن فضل الأمين ولكن المركز الثاني شوف الشاهيني اللي في المركز الثاني هجل ند الشبا هذه النوعية نوعية النخلي الفريدة نوعية بوسنامين وانتاج النخلي الذي يقدم هذه النوعيات وهذا الفوز وهذا النموس وهذه الانطلاق الله 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 سالب سعيد كذلك يضمرها والمركز الثالث أيضا منهج الند الشبا الشاهينية وتضمير سالب سعيد بينما الصادق أيضا يقدم اعتاد آخر ويقدم الانطلاق هذه اللي هي مذهلة مذهلة لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف النهيان الذي يأتي في المركز الرابع هذه الأربع المراكز الأولى هكذا مشاهدين متابعين الكرام الأربع المراكز الأولى والمركز الخامس هجن العاص وتقدم الشاهينية اللي نارت من المجموعة الأخرى وتثير للمجموعة الأولى في هذا الاندفاع بقيادة غياث الهلالي هم الأولى وهم الأولى من هجن الرئاسة حمدان بن محمد بن مرشد هكذا النتيجة هكذا الانطلاق هكذا الاندفاع خلاص بعود مع المراكز الأولى بتابع الخمس بتابع الخمس المراكز الأولى المنطلقة والمندفعة في أمسية هذه الليلة بتابع هذه الانطلاقة هذه التحديات هذه الانطلاقات هجن ند الشبا هجن ند الشبا تتقدم على المركز الأول والثاني والثاني هذه مؤسسة أيضا عملاق جديرة هناك في ند الشباة وتأتي هنا في المرموم لهذه الانطلاقة لهذه المشاركة سالب سعيد يتابع التضمير ويدير الثنتين وتضميرها حربة لسمو شيخ انهيان بن اذياب بن سيفة آل انهيان وأيضا يقدم لنا هناك أيضا اللي هي مذهلة الله يا الصادق يا الصادق يا الصادق صدقت الوعد يا الصادق بالتضمير وبالانجازات من الامس ما شاء الله في الثناية واليوم في هذه الهمسية الكبار في الذلل في هذه الانطلاقة ولكن الشاهينية من هجن العاصفة تأتي بهذه الانطلاقات تأتي بهذا الاندفاع غياث الهلال وهاملولة تحركت منهجها الرئاسة يضمرة حمدان بن محمد بن مرشد في هذا المنطلاق هذه المراكز الأولى التي تقدمت في هذا الشوط في خامس أشواطي مساء هذا اليوم والكيلو الأخير الكيلو الأخير 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 في مسار هذا الشوط السبعة كيلو مترات ما شاء الله انتهت ولصايل على كل ما هو جميل من رقص ومن انطلاقه ومن تحدي وحتى ولوف الكيلو الأخير ما شاء الله تبارك الله حربة 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 عادت لي قيادة رأس الحربة قادت تباء تباء الله يا الصادق الصادق الأمين النقطة الرابعة يا جماعة الرابعة الرابعة ما شاء الله تبارك الله على هذا الاستعداد على هذا الأداء الجميلة على هذا الاندفاع على هذا الانطلاق شكرا 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 تهانينا والناموس لدعم هذا الشعار سمو الشيخ ذياب بن سيف بن محمد الانهيان على هذا الاداء على هذه السلالات وفي رصيدها كعس في رصيدها كعس أيضا انجازاتها في خارج الدولة في المملكة نعم غدمت غدمت ذهب في ذهب في ذهب الله يا سلام تهانينا والناموس لأسمو الشيخ انهيان بن اذياب بن سيفا انهيان والشكرا صادق فضل الأمين للنقطة الرابعة في أمسية هذه الليلة بالانطلاق الجميل المركز الثاني هذه الشاهنية من هجن ند الشباه في المركز الثاني المركز الثالث شاهنية من هجن العاصفة المركز الرابع مذهلة لأسمو الشيخ محمد بن اذياب بن نهيان والمركز الخامس هذه الشاهنية من هجن ند الشباه هكذا مشاهدين ومتابعين الكرام عربة بنعود إلى توقيتها تابع معاي التوقيت وبنشوف التوقيت الزمني التوقيت الزمني على شاشة التلفزون ثلاث عشر دقيقة خمس ثواني ستة اجزاء من الثانية تهنينا السمو الشيخ انهيان بن اذياب بن سيفا انهيان شكرا صادق فضل الأمين المركز الثاني توقيت الزمني لثاني المراكز نشوف على شاشة التلفزون ثلاث عشر دقيقة تسع ثواني ثلاث اجزاء من الثانية من هجن ند الشباه تهنينا وناموس شكرا صالب سعيد المركز الثالث على شاشة التلفزون هكذا انطلاقات ثلاث عشر دقيقة واربع عشر ثانية اربع اجزاء من الثانية من هجن عاصفة تهنينا تهنينا لغياث الهلالي بسم الله الرحمن الرحيم